وستر احمد النوح لي عنوان اخر حوالك كاتبه وهو تعديل عقد امام عشور يعني قصة امام عشور ان العقد اللي وقعه مع لجنة كابتن حسين لبيب كان بتمانية مليون جيني في الموسم هذا العقد اللي منوثق فبالتالي لما جم يوثقوا العقد يعني امام شاف ان فيه فلوس دفعت في العيبة تانية سواء يعني زكري الوردي جفت نفس مكانه فبياخد مليون دولار فقال لك لا يعني انا عايز خمستاشر لا انت اتعرض عليك تمانية فبالتالقصة وهو كمان اخطأ وقع في الفخ فخ اللي هو ايه طب انا مش راح التابلين طب انا هتاخر طب انا ما عاربش ايه دي مشكلة يعني خط احمر تابوهات عند فريرة خلص انت عملت مشكلة خلص اركن بقى فنيا مش هلعبك هو اه عنده كان نقاش اختلاف وجهات النظر مع الادارة لكن على مستوى الجاز الفني هو فصل القصة ليه تماما لكن انت ما نفسش اللي انا عايزه او ما جيتش في التابلين المطلوب هطلعك بره القايمة ماتشو اتنين وظل حصل بالراجل عشان بيرسي نوع من الانضباط في الفرقة في نار الزمالك لكن الكلام مع مأجلس الدارة او حتى مع المشرفة مع الكرة لا هيحصل تعديل والتعديل هيتم بشكل جيد والرقم اللي هو 15 هيتم يمكن يقرب منه بشكل كبير او يمكن هو هو نفس الرقم وبإضافة الى تمديد تعاقده فامام عشور مستمر في نار الزمالك وربنا يهديه لان احنا صح المهارات المواهب اللي زيه دي صح اكم من ناس يعني رائعة جم في مراكز مهمة جدا وعندهم قدرة على التطور والاداء لكن فيه كان فيه كابتن حمار الشارع او زمانا رحمه مرة كنا بنتكلم مع بعض فبيمرن الفرقة فقال لنا يلا جماعة بقى انتو نرعيب كبار كل واحد يقف عالكورة برجلية اتنين فمحدش عارف يقف عالكورة برجلية اتنين اذا كابتن مش عارفين قال لهم هي دي الكورة الكورة محدش يركبها مهما كانت امكانياتك حلوة دي فكان درس خاصي جدا لأي لاعب انه مهما كانت قدرتك عن انت بتتحكم في الكورة لكن في وقت معين مش تداري تقف عالكورة برجلية اتنين حتى لو نصبح عملها فبرضو بي مستثناء يعني مستثناء يعني عملها كده فكان درس مهم عشان كده بقول لإمام عشور الكورة مهما كانت لو انت ما احترمتهاش مش تحترم حتى